السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء أتمنى أن تكونوا بخير اليوم سوف نبتدئ درس جديد وهو الموشور القائم والأسطوانة لمستوى السادس ابتدائي كما تلاحظون يوجد لدي على اليمين مجسم الأسطوانة وعلى اليسار مجسم الموشور القائم ثلاثي القاعدة إذن المساحة الجانبية هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين أو المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة ضرب 2 سوف ننطلق إلى النشاط التالي الذي يخص حساب المساحة الجانبية والكلية للموشور قائم ثلاثي القاعدة إذن القاعدة تقول بأن المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع كما سبق وذكرت فإن القاعدة عبارة عن مثلت إذن محيط المثلت هو مجموع أضلع B زائد M زائد L الكل ضرب الارتفاع ليكون التطبيق العددي هو 5 زائد 8 زائد 12 الكل ضرب 10 لنحصل على 250 سنتيمتر مربع المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين أو مساحة القاعدة ضرب 2 ليكون التطبيق العددي هو 250 التي سبق وأن حسبناها في المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة التي هي قاعدة المتلت في الارتفاع قسم 2 لنحصل على 250 زائد 2 ضرب 5 ضرب 12 قسم 2 تساوي 310 سنتيمتر مربع النشاط التالي يخص الأسطوانة القائمة المساحة الجانبية هي المحيط القاعدة في الارتفاع تساوي الشعاع ضرب 2 ضرب العدد B الكل ضرب الارتفاع ونذكر بأن القيمة العشرية المقربة للعدد B هي 3.14 ليكون التطبيق العددي هو 2 ضرب 2 ضرب 3.14 الكل ضرب 10 لنحصل على 125.6 سنتيمتر مربع المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين أو مساحة القاعدة ضرب 2 تساوي 125.6 الذي سبق وأن حسبناه في المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القرص التي هي الشعاع في الشعاع في العدد B ليكون التطبيق العددي هو 125.6 زائد 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3.14 لنحصل على 150.72 سنتيمتر مربع تعرفنا الآن على قاعدتي حساب المساحة الجانبية والكولية للموشور القاعم والأسطوان القائمة لذلك سوف نتطرق إلى النشاط الأول الذي يخصه المساحة الجانبية والكلية لموشور قاعدته على شكل مثلة قائم الزاوية وارتفاعه 7 سنتيمتر ثم بعد ذلك سوف نتطرق إلى النشاط الثاني الذي يخص الأسطوان القائمة حساب المساحة الجانبية والكلية لأسطوانة القائمة شعاع قاعدتها 4 سنتيمتر وارتفاعها 10 سنتيمتر أنتم مطالبون بإنجاز النشاط الأول والثاني أي استفسار أو سؤال ضعوه في تعليق في قناتنا على اليوتيوب أو حسابنا في فيسبوك دمتم في رعاية الله وحفظه وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر